بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا حلوين شوية نصايح بساط جدا علشان ما تقولوش ان محمد سبنا ومشي مريخ الحمل هيقعد معانا في نص عشرين عشرين النص التاني منها واحنا عارفين ان مريخ الحمل بيدل على الاندفاع الغشيم اسمه كده القوة الغشيمة الشخص اللي لا بيفكر ولا بيحسب ولا بيدرس ولا بيعمل اي شيء هو وكأنه مصروع ولا وكأنه فيه عفريت ولا وكأنه فيه جني فبيضرب ضربات جامدة وبيكسر تكسير يعني غير معقول وغير محسوب ولا اي حاجة خالف مريخ الحمل هو اللي بيقولك ان الدول اللي تبتدي تشتم في بعضيها وشعوب تشتم في بعضيها ويسبوا بعض سب كده غريب التوقعات بتقول كده معروف ان المريخ نفسه هو دلالة الاجراء دلالة قلة الادة دلالة السفادة دلالة التحرش القتل الجرائم العنف الدم كل زي اللي حصل في الصورات بتاع الربيع العربي لما دخل قرانوس في الحمل ايه اللي انتوا شفتوه السورية انتفضت ومصر تانتفض وتونس تانتفض ومش عارف مين يانتفض وكل الدول ام فيها جنون جنون كده ده كان سنوات الجنون مع مريخ الحمل فبالتالي تقريبا ده كده المصغر بتاع الست شهور اللي جايه يعني وكأن صورات الربيع العربي بتاع الست شهور اللي فات دول وكأنهم هم هيكونوا زي كده حاجة زي كده يعني جنون كده جنون ينتشر بين الناس بالعنف والضرب وده يعمل حوادث والطيارة مش عارف مين وقعت يعني بصراحة انا ما يعني ما حبش لأي حد خالص انه يسافر في الفترة دي خالص انا مش عايز اي حد انه يسافر في الفترة دي خالص ولا يعمل اي حاجة اقعده في البيت وبس من الاخر كده يعني المشتري هابط في برج الجدي وكمان المريخ ده هيقعد يلعب اللايب بتاعه ده فصراحة الموضوع هيكون قلة ادب في قلة ادب من الاخر كده فانت على قد ما تقدر اعمل نفسك مية على قد ما تقدر اعمل نفسك عبيد خالص وما تخشش في اي صدمات علشان ما تخسرش ولو اي حد يستفزك ويحاول يستفزك برضو اعمل نفسك مية تحاول تعمل نفسك مية يعني ده مش معناته انك ما تردش عليه لا ارد عليه كده بس حاول ايه ما تساعدش الموضوع يعني ممنوع التصعيد ممنوع العنف اي عنف انت في غنى عنه اي خناءات ومهاطرات ومشاكل انت في غنى عنها خاصة من موليد الابراج النارية يعني انت لو صاحبتك او صاحبك من برج الحمل او من برج الاسد او برج القوس يعني ما تاخدهمش على الدعاء له مو يعني ما تحسب لهمش ارفع عنهم القلم فالابراج النارية الفترة الجاية دي مرفوع عنهم القلم خاصة موليد طلع الحمل موليد طلع الحمل هيزد عندهم الطاقة بشكل مهول بشكل غريب وكمان اللي طلع حمل ومريخ حمل ده هيزد عنده الطاقة اضعاف مضاعفة وطبعا الله يعيني انا الفترة الجاية عليهم يعني انتو هم ما بتستحملهمش انا المشكلة ان فيه ناس بتيجي تحلل عندي وتستعجلني وهم عندهم مريخ الحمل وطلع الحماء الناس دول يعني صراحة لا السماء طيقاهم ولا الارض طيقاهم ولا هم نفسهم طيقين نفسهم فطاقتهم عالية وعندهم فرط حركة انت بقى جاي في اجواء مشحونة بالطاقة النووية انه كله يتحرك كله يشتغل كله يجري ورا بعض وكأن الناس كلها تحولت الى اطفال في الحضانة او الى اطفال في متوسط اولا متوسط يعني اعدادي وابتدائي وكده تحسهم يجروا 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 ما بتتعبوش ما بيتناموش الناس دايما دمها حق اي حد يقول له اي حد كلمة ينفجر فيه اي حد يغلط غلطة ده يشتم في ده وده يشتم في ده هتلاقي ان الاوضاع كله عبارة عن كله بيشتم في كله كله بيخبط في كله الاوضاع هتتقلب لعبة ببجي موبايل من الاخر كده يعني الستة شهور اللي جايين دول هتكون الاوضاع لعبة ببجي موبايل ما تقول لش بقى المريخ هو بيتراجع ولا مش بيتراجع ولا هيروح فين ما هروحش فين هو من الاخر كله كده لعبة ببجي موبايل عشان بس الناس ايه تيبقى فاهمة الموضوع وما يعودوش يتعبو نفسه مع الفاضيين ادي المريخ هيخش في الحمل اهو عشان بس التواريخ الناس بتحب التواريخ تمانية وعشرين ستة الفين وعشرين ده بداية الدخول هيطلع منه خالص وهنفتك منه من شره من قرفه في يوم سبعة واحد الفين واحد وعشرين يعني سبعة واحد الفين واحد وعشرين يدوب في اول اسبوع في سنة الفين واحد وعشرين يدوب هنفتك منطقة مريخ الحمل اللي ما ينطأ ولا ينحمل يعني ده بقى مريخ الحمل اللي ما ينطأ ولا ينحمل بالنسبة للتراجع لو انت عاستدرس التراجع هيبتد التراجع من يوم كم هيبتد التراجع من يوم 11 9 2020 هيتراجع من الدرجة 28 في برج الحمال الى الدرجة 15 يبقى من الدرجة 28 للدرجة 15 اعمل دايرة كده اعمل دايرة كده المريخ هيتراجع في الفترة الدين حتى التراجع بطاعة برضو بيكون تراجع الزبالة شوية اه اللي خلص حاجة في الماضي يرجع يدور عليها تاني اللي خلص خناقة يرجع يتخانق تاني اللي فض فيلم يرجع يعيد الفيلم تاني يعني دولة كانت خلاص اتفقت مع دولة ان هما يلموا الحوار يرجعوا يهوش بعض تاني خير يا جدع يعني حاجات زي بتاع قاسم سليماني ومقاسم سليماني حاجات زي كده هتلاقى زهرت على السطح وكمان اكتر دولة هتتفشخ من الموضوع دا ايران ايران هتتفشخ من الموضوع دا فشخا عظيما مع مريخ الحمل فانا يا جماعة الخير لان هي برج الحمل وعملة مصايب كتيرة فشكل القرمة بتاعتها تكون في سنة عشرين عشرين هتتفشخ ايران دي لازم تتفشخ ايران مع مريخ الحمل احنا لسه دلوقتي بنتكلم النهاردة هو يوم يوم كم يوم عشرين ستة النهاردة لسه يوم عشرين ستة وبنتكلم والله هو اعلى مين لا يحصل الفترات الجاية انا بس بنصحكم كده نصايح يعني خلوكم بردين وهتلاقي فيه استفزازات كتيرة وبتجيلكم الفترات الجاية وانا الله يعيني على الاشكال اللي بقابلها من طلع الحمل ومرخ الحمل ناس يعني تجيبوا الضغط تجيب الالتهابات كلها من كتر الحرارة اللي عندهم ومن كتر الاستعجال ومن كتر الحاجة المؤرفة اللي بيعايشوني فيها فانتوا لو عندكم اصدقاء من برج الحمل او عندهم كواكب في الحمل يعني ابعدوا عنهم الفترات دي او خلوهم كده على جنب برموهم على جنب وبينما الست وشهر دول يخلصوا وبعدين يبقى كلموهم الناس اللي زي حالاتي او الناس اللي بتتعامل بره في الشارع مع كل الناس وما تعرفش مين مع مين فخلص انت حاول تعمل نفسك حاول تهدي ما تصعدش كل ما تهدي يكون احسن حتى ولو على حساب جزء من يعني زي بقولوا ايه من كرامتك او على حساب جزء من الكلام اللي تقال في حقك يعني تنازل عن حقك عشان ما تعملش مشكلة كبيرة تنازل عن حقك الايام الجاية دي عشان ما تعملش مشكلة كبيرة ده اللي هادر اقوله لكم بس المريخ هيفضل مستلمنا ستة شهور يفشخ فينا رايح جاي رايح جاي قاد اللي هيعملوا المريخ ويخلى بقى كل الدول بقى يطلع السلاح كله يطلع الزخيرة لعبة بابجي بالزبط كله عايز يروف كل كله اكتشف انه عنده اسلحة وعنده نووي وعنده حرب وعنده وعنده كله عايز يتخاني مع كل خاصة ان المشتري هابط في الجدي فهو يعني كوكب الحرب وكوكب الاقتصاد ده الاقتصاد هابط وبتاع الحرب بشتغل فهو تحس كده ان الهيئة نفسها بتوديك من خسار اقتصادية الى خسار في الحروب احنا مش عايزين كده احنا مش عايزين كده ونفسنا انه ما يحصلش كده ونفسنا ان السنة دي تعدى على خير ونطلع منها عايشين وعحيا احنا نفسنا كده ولكن انت يعني مستوى البشر لازم يبقى ليك نصايح كده اقول هالك الناس اللي بتتعامل برا تكون واعية تكون عارفة ان احنا بنمر بفترة توتر فترة سخونة في الدم تحس ان الدم نفسه سخن الفترة انا نفسها هتلاقي انه كل يوم طلع صوت والطم بسبب الناس اللي عنده من مريخ في الحمل وبسبب طولع الحمل وتولع القوس اللي انا بينه وبينكم بكرههم ومعرفين انا بكرههم صراحة طلع القوس ما بينزليش من زغر بسبب الاستعجال وبسبب الحرارة اللي عنده وانه عايز كل حاجة بسرعة وكل حاجة يلا واخلص وبسرعة وبسرعة ماينفعش كل حاجة بسرعة ماينفعش تضغط على الناس وتهاجم الناس وتشتم في الناس وتضرب وتروح تتحرش مع ده وتشتم في ده وتتخاني مع ده وتشتم في ده طب انت كده هتعادي كل الناس انت كده كل الناس هيكونوا عدائك مش هتخلى اي حد صاحبك ولا هتخلى اي حد حبيبك خلاص هتشتم في كله وتضرب في كله ومعينفعش اتزام بقى في القوة... اتزام في النووي واركة اتزام في الشتي مُفي الضرب وخلاص الناس تتزن والناس تعقل كده وتمسك العقل شوية مش هطاول عليكم هي العشر دقائق دي تكفي حاول على قد ما تقدر تمسك عصابك على قد ما تقدر ولو شخص غلط فيك حاول تنسى يعني انسى وكل شوية لما تحس نفسك سخنت روح خدوش خدوش العبرياضة ابعد عن اي حاجة فيها تحرش وفيها استضام وفيها احتكاك مع المجتمع نصايح حتى النصايح دي تنفعك مع مواليد مريخ الحمل اللي ما بينزلولوش من زقر ومواليد طلع القوس برضو اللي ما بينزلوليش من زقر مش هينزلولي خلاص انا عملت الفيديو ده ونشرته واهلا بالخسارة خلاص كده انا خسرت الزبان بتوع مريخ الحمل واخسرت الزبان بتوع طلع القوس هعمل ايه طيب ما انا مش طيقهم من كتر النارية اللي فيهم ومن كتر الاستعجال اللي بيستعجله هعمل ايه طيب بحاول على قد ما اقدر اخب كره ليهم بس مش قادر من اللي استعجل. فانتو نفس النظام هتتعامله مع اشخاص في المجتمع برا وفي الدوام وفي كل مكان واحد بيستعجلك. واحد سائل السيارة وراك وقدامك زحمة هو بيستعجلك. دوس طب هادوس فين وانا قدام زحمها. الطريق موقف هو بيزمر وراه. اه كده ناس مستفزة الاستفزاز. كتر الاستفزاز. كتر التنمر. الشتايم. السبب الكتير. اه اللي بيقلب الاديم على الجديد. اللي بيحاول يتحدى. اللي بيصعد الموضوع اسكريا. اللي هيقوم بافعال غير مسؤولة. يعني كويس ان المصريين رجعوا من ليبيا قبل ما قبل ما قبل ما كان يحصل من ريخ. لو جمل ريخ الحمل كان كان ممكن الجماعات الارهابية خلصت عنهم اللي حاجة بعض الشر يعني. احنا بنحاول على قد من قطر. ان خليك تتوعى بالطاقة الموجودة حواليك. ايه الطاقة? طاقة نار وشرار وعنف. ويعني كله دم وبيغلي. الناس كلها از فجأة تحولت الى سوبر مان وباتمان وسبايدر مان. وكأن الارض تحولت الى لعبة بابجي. احنا مش عايزين كده. كامبر بقى. اعمل نفسك كامبورجي. كامبورجي يعني استخبه. تيجي في الدولاب وتستخبه في الدولاب. تستخبه لحت السرير. المهم تستخبه لحت التربيزة. تستخبه في الدرج. المهم من انك تستخبه من اي حد في اي مكان في اي مكان في اي اتجاه. لقد في زحمة كده والناس متهوشين وكلهم طفشاني. خليك على جمع. يعني ايه خد لك ساتر وقولي يا ساتر. الدارة. ماشي? وشوف لك حتة ضلايا كده وقعد فيها. بس لحد ما الست شهر دول يعدوا. وهتلاقي بقى الجسس مرمية. وهتلاقي بقى الاشلاء مرمية. وهتلاقي بقى مجزرة مرمية. وده ضرب ده. وده اسكى الطائرة ده. والطائرة دي البرك ضربها فوقعها. والطائرة دي الراعدة ده ضربها فوقعها معانا الرعدة ده صوت بس ممكن يوقعها برضو. والطائرة دي كات فهي سرب طيور معادي في السماء فوقعها. وييييييييييييييييييييي. كسسس كسس تحس كده ان هو قف. لا. اكش انه اكشن. اكشن يتفتح. ليه? احنا بنصوط مش عشان المريخه بس. علشان يتزامن معاه· تراجع المشتري. ويتزامن معاه تراجع زحل ويتزامن معاه هوبوطol مشتري. ده اللي مزعل. احنا مش زعلانين كل ده من المريخ. الموضوع ما يزعلش بالمريخ وبس. لا. الموضوع بيزعل لان الهيئة نفسها كلها على بعضيها فيها فيها شوية هرق. يعني ده بيهري ده بيهري ده بيهري. امشي كده شهر لقدام. وشوف اللي يحصل? شهرين مش شهر. شهرين. اتفرج يا عم ايه اللي بيحصل? دول متراجعين. وده متراجع وده متراجع وده متراجع. خير يا جدعان فيه. خير يا جدعان. طب ما ها متراجع ده كل ده خسارة وكل ده صدام من الكواكب. ايه ايه يا جدعان? كل ده تراجع. طب ناقص بالمرة يعني تجيب تدخل الزهرة وتدخل عطارد وخلاص. ايه هو الشمس والقمر ما بيتراجعوش لو بيتراجع كنت تدخلهم بالمرة معكم وخلاص. المشتري مش متراجع خلاص ما ينفعش كل ده. كل ده كواكب متراجعة في اوضاع سلبية. في احنا مش عايزين الناس خالص خالص تتعصب ومش عايزين الناس خالص خالص تخش في صداع وفي صراع وفي الصدام. عشان تحافظوا على نفسك. بس. اللي يشدك ويضربك قوله الله يسعى معك يا عم. قوله انت الصح. اللي يجي يهوشك قوله انت الصح. اللي يجي يستفزك قوله انت صح انت صح انت حلو. وراء اهدم معك. عشان بس ما نخشش في ايه? في مهاترات. انا ينطق ولا ينحمل. وكل دول كده هفلطرهم هفلطرهم. اي حد يجي يقول له والله معلش يا ابن عم. انا مش موجود دلوقت. انا انا في اجازة. انا انا نايم دلوقت. انا بكلمك وانا في الحل. ما عشان اخلص منهم ومن زنهم ومن قرفهم. هتعمل ايش. اولا هتروح تجيب واحد يعمل لك خناء على الفاضي ومشكلة على الفاضي. وزنه وازعاجه على الفاضي. قادل اللي بناخده من برج الحنة. بس. برج ازعاج وزن وحن. وبس. وكأن الناس كلهم مشغلين بطاقة مفاعل نووي. وكأن كل الناس متركب لها في العمود الفقري كده عندها. مفاعل نووي شغل به. ما بيفصلوش. الطاقة بتاعته ما بتفصلوش. هده مش معقولة يعني. مش معقولة. فكونوا امنين وكمبروا. نصيحتي اليكم. كنبروا. الكمبرة نصف نصف الجدعانة. كل ما تكمبر اكتر كل ما تنجو اكتر. ما كنبرتش بقى انت حرة. وبس كده. وبيدو طبعا عن الاماكن اللي فيها نار. وبعدو عن الاماكن اللي فيها اصلاحات عشان لو حاجة وايعت من فوق. مش عارف البتاع الرافعة ده اللي بيرفعوا فيها الطوب ومواد البناء اترمت. اه الطرق السريعة يعني ما ما تجريش او يخليك على جنب. يمشي على جنب. وهدي يهدي على اخر. لقيت الدين يا زحمة في الظهورية كده برضو ما تجريش. هدي. هدي يا بايا عشان السماء نفسها ملعبك. تحس كده ان هو خلطبيطة. وريطها خلطبيطة حلوة خلطبيطة بنيلة. فعلى قد ما تقدر بقى انت حافظ على نفسك في المعمعة دي كلها. بس ده اللي اقدر اولهولك. يعني انا الفترة الجاية هتلاقينه مستخبف التلاجة. بسبب مريخ الحمل ده. وبس كده شكرا.